أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفرعانة في مصر أسلوب حياة منهج الفرعانة في مصر حياة منهج دائم لما تشوف نفسك أحسن واحد بتفهم أحسن واحد بتشتغل أحسن واحد بتحكم أحسن واحد بتعمل إنجازات أحسن واحد عندك حكمة وأحسن طبيب فلاسفة لما تشوف نفسك فوق كل الناس كلها حرفيا جيشها وشعبها ناسها أنت فوق الكل أعرف إنك محتاج حجز التصريحات دي سمعناها على مدار العشر سنين اللي فاتت ولخصتها صورة قبيحة أثناء زيارة رئيس وزراء اليونان إلى المقر الصيفي للملك الجديد لمصر عبد الفتاح سعيد خليل حسين السيسي الراجل اللي عمل مقر صيفي لإدارته للبلاد في العالمين الصورة دي بتظهر السيسي حرفيا فوق كل الناس بالزيل العسكري نتفرق كده ونركز في سانية أربعة وربعين ثانية بالظهر صدر؟ السيد كرياكوس ميتسو تاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أرحب خلال اللقاء بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر كما أشهد السيد الرئيس بعمقه وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمر بين البلدين طبعاً ده الورث بتاع جده البقال ده الورث بتاع جده وكان فيه ميزانسين يعني خطة مصرح يعني أن احنا نلعب بقى الفيديو من أوله من أوله خالص بعد إذنك أيوة أن احنا نقف نسلم على بعد بس وقفنا على بوابة القصر بتاع جدي جدي الملك سعيد خليل السيسي جدي دي فلوس جدي زي فاروق ما هي فاروق أصر المنتزه أو أصر راستين دي فلوس جده جده الخليوي احنا منا الراجل ده جده برضه ساب له شوية فلوس شقة في مدينة نصر كحيانة ما شاء الله استثمر فيها فبنى الأصر ده ففي حركة مصرح إن احنا نسلم الأول والبوابة مقفولة وبعدين فجأة حركة قرعة يعني أنا آسف لأي حد أقرأ وبعدين حركة قرعة بعد ما نخلص السلام البيبان تتفتح شوف سبحان الله سحره هو إلعب كده بقى اتفرق أيوة نبص بصة بقينة جوه نمشي جوه بقى وسط الأصر ده بالرخام ده ونكمل 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 والأصر ده بتاع جدي ونقعد وبعدين نكمل قاعدين ونكمل بقى شي بقى من سرية العالم ده لحد ما نكمل بس ثقفنا إيه بقى ده إيه يا راجل انت ده إيه اللي انت عامله ده إيه بقى ليك في السن ده يطلع منك كل ده الله يمسيك بالخير يا حمد باتشاد إيه بقى عربية الكشر دي إيه بقى ده حضرات إحنا وصلين المرحلة دي إيه الجدارية دي يا حضرات في أصر تكلف الطابق بتاعه مليار جنيه حطين صورة بلح إيه بقى اللي أنا شايفه ده بجد حد يقول لي إيه ده مصر اللي فيها انقابة فنانين تشكليين مصر اللي فيها فنانين الحقيقة أعمالهم مليا متاحة في العالم رايحين نجيب نقاش يعمل لنا لوحة زي دي ده اللي عمل اللوحة دي مش أكتر من نقاش مع احترامنا لكل طيفة النقاشين بس نقاش يدهن حيطة نقاش يأسس حيطة إنما ما يعملش عمل فني ده إذا كان إذا جاز اللفظ واعتبرنا أنه ده عمل فني لوحة انت زي ما انت شايف كده اللوحة دي عشان تعرف أبعدها لازم تعرف حاجة أولا المساحة من وقفة رئيس وزراء اليونان بتاع الزاتون ده لحد الحيطة دي قد إيه مش أقل من 10-7 إلى 10 متر أوكي عشان تعرف حجم اللوحة دي وطولها قد إيه ثانيا طول الراجل الطويل ده قد إيه فإذا نحن قدام لوحة كبيرة جدا يعني لوحة كبيرة قوي لأنها بعيدة جدا والناس طوال بس بص بينها إزاي وأنت إيه يا سيسي انت وقف ليه كده بس مش مشكلة انت وقف ليه كده هتفضل طول عمرك مزلول لأن بص وقف إزاي عاملت زي بص مش قادر الجوع وحش برضو يا جماعة ما علينا إيه بقى ده واللوحة طبعا السيسي فوق كل حاجة وفوق الشعب وفوق العلم وتحيا مصر و30 يونيو إيه بقى اللي إحنا عاملينه ده أفهم إن ابنت اختك لو غاوية الرسم ورسمت حاجة وحشة زي دي تقول له برافو يا حبيبتي وتحطها في أي حتة ما توريهاش الناس أفهم لو عندك حد يعني طلع في دماغه الرسم وبيرسموا على قده وعمل لوحة تشجعوا تدي له حلويات تدي له على رأي سمير غانم فنضام لكن ما تعلقهاش كده والناس خش تفرج عليها أفهم إن انتصار السيسي لو غاوية رسم ويعني وزهاش طنع تعمل لوحة فنية ما يصحش تطلع للناس حاجة زي كده عيب 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 عندنا فنانين بجد والله شباب وأساس وأجبار قوي عيب لما نعمل حاجة زي كده دي تتعامل الحقيقة كبيرة هيعني تتعامل على عربية كوشري تتعامل اللوحة دي يا حضرات اللي انت شايفها دي تتحطى على عربية كوشري تتحطى على محل جزارة تتحطى على شادر فكهة إنما ما تتحطش في أصر اتكلف مليار جنيه الطابق بتاعه عيب عيب قوي ده مبدئيا من ناحية الفن عيب قوي حضرتك عندك عشرات المئات من الفنانين شباب ورجالة وبنات واجبار وصغيرين وطلبة ومستوىهم كويس جدا جدا عيب لو انت بتفهم لو عندك شوية زوء ومش عاجبينك كل دول روح يا راجل شوف لك لوحة من الجاليريات اللي في العالم عيب بجد ما يصحش تحطلنا القرف ده و30 يونيو وصورة 30 يونيو وتحية مصر وقادي وانت بسحنتك ايه ده لا وايه أسد أصر النيل واي تكوين فأي تشكيل واي قرف تعطوك يعمله انا انا بغني بس هاي يجوز لي ان انا روح اغني في حفلة ما يصحش ما يصحش والله يعني حضرتك زي اللي صوته وحش وقرأ انت زي بالضبط اللي عمل اللوحة دي هو حر انماك علقتها فكرتني بفريد شوقي في فيلم بداية ونهاية لما قرر يغني في الفرح هو صوته وحش ما يصحش يا جماعة تعلموا الزوق يخرب بيت كده ما عنديش اكتر من كده ما قدرش اتجاوز اكتر من كده ما ينبعش هات فنان وقل له عندنا الحيطة دي عايزين فيها لوحة هات ار ديريكتور وقل له انا عايز حاجة تتحط في الحيطة دي هات واحد وقل له انا عايزك ترسمني وهتلاقي عشرات المئات من الفنانين المبدعين انت عايز صورة ليك بس مش كده هيرسموك والله وهيطلعوك القلعة بس مش كده لا التكوين ولا المعالجات ولا الموضوع ولا البرواز ولا التوال ولا ينفع تتحط هنا دي جبرها تعطها فوق سريرك بس رسمتها بقى بنت اختك رسمتها بنتك رسمتها امراطك الحاجات دي ما تنفعش تطلع للناس خالص ده دي هدوم داخلية وغيرات وسخة ما ينفعش نطلعها للناس عيب عيب احنا بلد بنرسم وبننحت من عشر تلاف سنة عيب لحد دلوقتي الناس بتقف لحد دلوقتي تتفرج على الاعمال الفنية بتاعت الفرعنة مش مندعشين بيجي لهم سعقة عيب ما يصحش عيب احنا بتقول حامد ندا وزكريا الزيني واحمد نوار عيب احنا عندنا اسات زكبار قوي في كل المجالات احنا بتقول دكتور سطوحي انا مش حايز اقولك اسماء عشرات المئات من الفنانين اللي اعمالهم موجودة في متاحة في العالم ما ينفعش تجيب القرف ده وتحطه والناس تتفرج عليه وتحطه في قصر رسمي ما يصحش تنزل اللوحة دي وروحت لك فنان كويس كده وقوله يا جماعة انا عايز احط اللوحة ليه هنا هيرسموك وهيرسموك ولا الامبراطور قسطنطين بس عمل فني عبد الناصر اترسم رسموه فنانين كتير قوي وكان حلو جدا السادات اتنحت وترسم رسموه فنانين كتير جدا وكان حلو جدا الاستاذ الدكتور فاروق ابراهيم استاذي في كلية الفنون وعميد كلية الفنون السابق ونقيب التشكليين ناحى التمثال رائع جدا لحسن مبارك جدا وعمل التمثال للعقاد تحفى تحفى وعمل التمثال لطلعت حرب مرعب في بيدان البنوك في قسيوت تقدر تجيب حد بس ما ينفعش كده اما بتفهموش خالص يعني لا بتعرف تحكم ولا بتفهم ولا عندك زوق خالص طيب انت تربيت فين طيب ما بتعرفش هتحد يعلمك بسيطة جدا على فكرة بسيطة ما عندكش زوق وما بتفهمش هتحد يعلمك يعلمك انت والأسرة بقى بالمناسبة الدكتور زكريا الدكتور بوترس غالي الامينة عام الأمم المتحدة مراته ليه غالي اللي جدها بتاع بتاع كورونا شوكولاتة كورونا والناس دي زمان كان فيه شوكولاتة اسمها كورونا مصنع كبير في اسكندرية أو أبوها تقريبا اللي هي دي اللي هي هانم كانت بتاخد دروس رسم عند أسادزة ده حاجات بتتعلم يعني هاتلك حد يعلمك انت والمدام والولاد لكن ما ينفعش تعمل كده ما يصحش ما يصحش كده ما يصحش كده بجد لأنه في الآخر انت مش بتمثل نفسك والأسر ده قديك شايف الراجل اليوناني دخل شاف العرف ده نقوله ايه نقوله ايه لما دخل هات يعمل فيديو السانية 44 الراجل دخل شاف العرف ده هات السانية بتاعت الفيديو كده معلش يا ابو صلاح الراجل ده الراجل ده اتعلم كويس وتربى وعندهم أسور في اليونان ودخل الراجل ايه العرف اللي انت حطه ده ايه العرف ده اتفرج او الراجل عد عادي وطبعا فيه مشاكل في الاصر يعني بس يعني اسهل شوية من اللي انا شفته والراجل شاف العالم وشاف الاب اللي انا مش عارب بتاعته اه بس الراجل ده نقوله ايه نقوله احنا اسفين اسفين يا يا بتاع اليونان اسفين ان احنا صرفنا الرخام ده وبعدين جينا لمؤخزة بسقنا على الحيطة البسقة دي عيب بجد الناس شافت الصورة الفرعونية دي من زوايا كتير شافتها من زاوية الفرعونة والاصور بتاعت مصر اللي تحكت علينا بيها لكن انا شايفها قبح ومش قبح دي جريمة بجد دي جريمة وانا يا سيدي بكرهك موافق جدا بس نحتكم لاي طالب في كولية الفنون وشرط ان الطالب ده يكون بيعشائك اذا رضي عن ده دي كلي انت عايزه انا مستعد احكم النقابة الفن التشكليين في مصر على رأسها الدكتورة صفية النقيبة احكم اي طالب بيدرس في اكاديم الفنون ايه ده ده حتى مش فن شعبي لان الفن الشعبي فن عظيم عظيم وطبع انت متعرفوش ولا عمرك عديت على فن وده عيب انك انتوا تجيبوا واحد عبيت وجاهل تمسكوا بلد بلد كبيرة بلد عظيمة بلد فيها مدارس الفن عيب فانا شفت القبح حتى في الرسم الكريكاتيري ده لكن والديكتاتوري بتاعك ده لكن الناس علاقت على الصورة دي نشوف الناس قالت ايه كده انصح هذا فسيكون الكلام ده ده ليه ان انا اتعامل مع ناس مرضى ياريت مرضى بس ياريت على فكرة الراجل اللي علق التعليق اللي فات ده بالمناسبة الراجل اللي قبل ده بالمناسبة فان جوه كان مريض نفسيا بس اعماله مدهشة اتعلم يا راجل بقى اتعلموا بقى على فكرة كتير من الفنانين كانوا مرضى نفسيين لكن عملونا حاجات حلوة قوي مش شرط انه يكون سوي اطلاقا ده بيت هوفن ما كانش بيسمع في السنفونات الاخيرة ما كانش بيسمع بس كان بيكتب مزيكة مدهشة حتى الان مش شرط انه مريض نفسي بس لما يبقى مريض نفسي وجعان وجعر وقاليلي الزوء تبقى مشكلة على اي حال ان صح هذا فسينا نتعامل مع ناس مرضى يا ابو حمود لا ده احنا ولا جدال ولا حاجة راجل بني النفسه اصحي حط صورة مين صورته طبعا ولو دخلت الجوء اكيد هتلاقي صورة الولاد يا ريت يا ريت يا ريت صنم مصر وفرعونها الحديث اهو هلاقي حاجة نشيلها بعد ما يغور بغض النظر عن السياسة هو ما عندوش مستشار فني هو ده بقى يا رامي الصورة وحشة قوي وفيها انتقاء هو ده يا رامي هو ده مشكلتي ما عندوش يا رامي ده ما عندوش زوء انه الشبع بعد جوع يا سادة هي الاصول ليا ده كلها باسم مصر وضحك وضحك البلد بلدنا والورقنا والأسور أسورنا احد ليه شوق في حاجة وحاسب ان الله وان يعمل وكيل صار الأسور بتاعته بتاعت مصر الزيبة او علي الزيبة ربنا داينا بيقعدنا بالمرضى النفسين اللي عندهم نقص وبيعوضوه فأبونا ده غضب من ربنا كوريا الشمالية فهمي رسمي نظمي يا ريت يا ريت كوريا الشمالية اشتركوا في القناة